التهديد والابتزاز وسيلة تتخذها مجاميع غير معرفة للضغط على أصحاب المكتبات في عمارة المكتبة البغدادية داخل شارع المتنبي أما الدفع أو الانسحاب من المزاد العلني الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري مافيات بدأت تشكل خطرا حتى على حياة أصحاب المكتبات ودور الناشرة وبالحقيقة كل ما يقترب المزاد كل ما يقترب موعد المزاد نحن نتعرض لعمليات ابتزاز من جهات مجهولة تجي هذه الجهات تحاول أن تبتزن بمعنى أنه تقول لنا يا أما ندخلوا ياكم بالمزاد ونأخذ المحل يا أما تدفعونا فلوس طبعا هذه الطريقة هي ميجون طريقة استفزازية وطريقة عدائية الغرض منعدها هو استفزازنا والتالي رضوخنا ويناشد أصحاب هذه المكتبات الحكومة العراقية ووزارة الداخلية بالتدخل لإنهاء هذه الضغوط التي تضع حياتهم وأهلهم في خطر فالمبتزون المساومون على حد وصفهم لم يضعوا أي حسابات أمامهم سوى مطامعهم ومصالحهم الشخصية طبعا الناشد السيد رئيس مجلس الوزراء والناشد السيد أمين بغداد لوقف دراء الخطر اللي قاعد يمارسونه المرابين بحجة اسم المرابين المرابين أربعة ثلاثة يجون يستفزون بشارع المتنبي يستفزون بحجة الطونة فلوس على موضع أن ننسحب ما نشارك بالمزاد وإلا نحن نشارك بالمزاد ونأخذ المحلات مالتكم وتتحول إلى مكانات أخرى بعيدة عن التاريخ مثل المكتبات بشارع المتنبي وخصوصا عمارة المغدر البغدادية اللي قاعد تتأثر إلى هذه الضغوطات من قبل مجموعة بحجة العشيرة وبحجة الجهة الدينية التي تنتمي إلها ويتخوف ناشطون ورواد المتنبي من أي مسا الاستثمار مكاتب دور النشر وبيع الكتب في المكتبة البغدادية سيما أن أحاديث تدور حول محاولات تغيير الجنس وطبيعة هذه المحال التي تعتبر نواة المتنبي في بيع وتوزيع الكتب والمقالات من العاصمة بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر